بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد اللهم صلي وسلم عن النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى الزكي الزاكي الطاهر المطهر الشريف المشرف الصفي المصفى النور الأنور السعيد المسعد النقي الأنقى التقي الأتقى نبينا محمد سيد ولد آدم ولا فخر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعدا ما أجمل أن يكون اللقاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تلك البشارات لمولده الشريف صلوات الله وسلامه عليه فوالله ما خلق الله بشرا أحبا ولا أكرم ولا أعز عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك أخذ الله تعالى له العهد والميثاق على كل نبي صبقه ليؤمنن برسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين فما بعث الله نبيا وما أرسل الله رسولا إلا أخذ عليه عهدا وميثاقا أنه إن أدرك زمانه زمان رسول الله وجب على كل نبي وعلى كل رسول أن يكون تابعا للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم إنه النبي الكريم الذي ولد مختوما بخاتم النبوة بين كتفي محمد رسول الله إنه النبي الكريم الذي ولد مختونا حتى لا يرى أحد عورته أو سوأته إنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يرى من الخلف كما يرى من الأمام ولعل ذلك الحديث الشريف الصحيح الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا تسبقوني في رقوعكم ولا في سجودكم وأيم الله إني لأراكم من وراء ظهري ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نامت عينه لم ينم قلبه لأنه صلى الله عليه وسلم في معية الله وفي وصال مع مولاه فهو النبي الكريم الذي بعثه الله تعالى في آخر الزمان إلا أنه سبحانه وتعالى ذكره أولهم ذكره أولهم فهو المبعوث آخرا المذكور أولا صلوات الله وسلامه عليه هذا النبي حينما نتحدث عنه نتحدث عن معاني الإنسانية الكاملة التي تجسدت فيه صلوات الله وسلامه عليه أدبا وعلما خلقا وخلقا إن معاني الإنسانية الكاملة كانت تفيض منه صلى الله عليه وسلم من قوله من فعله من عمله من صفاته الخلقية كانت أو الخلقية من تقريراته صلوات الله وسلامه عليه حياته كلها كانت وحيا من الله إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم على قلب رسول الله وأنزل مثله معه على قلبه صلى الله عليه وسلم أيضا ولذلك حينما ننظر إلى قول الله وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالكتاب المنزل هو القرآن الكريم وهو نور أنزله الله تعالى على قلب ذلك النبي النور عليه الصلاة والسلام اقرأوا معي قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فهذا البرهان الذي جاءنا من الله إنما هو سيدنا رسولنا حبيبنا شفيعنا عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليكم نورا مبينا إنه القرآن الكريم هذه الآية في سورة النساء في سورة المائدة قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور إنه القرآن نور النبي عليه الصلاة والسلام وكتاب مبين إنه القرآن إذن حينما ننظر إلى أهتين الآيتين الكريمتين نرى أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن مرة بأنه نور كما وصف النبي العدنان صلى الله عليه وسلم مرة بأنه نور كما وصف الله القرآن مرة بأنه دليل وبرهان وعلى نفس هذا الوصف وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الحكمة التي قال الله عنها في القرآن الكريم آمرا نساءه رضي الله عنه النجومة في قوله تعالى وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَ فِي بِيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ من آيات الله يعني القرآن الحكمة سنته صلى الله عليه وسلم هي الحكمة وكل ما صدر عن رسول الله فهي من الحكمة هذا النبي الذي لا ينطق لسانه إلا بالحكمة ولا يقول إلا حقا ولا يشهد إلا صدقا ينبغي أن نستنى بسنته الكريمة وأن نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم وينبغي أن نحب رسول الله حبا صادقا محبة إجلال واحترام وتوقير ومحبة حنان وإشفاق ومحبة استحسان ومشاكلة لأننا نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أولى بنا من أنفسنا قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فرسول الله أولى بي من نفسي وأولى بك أيها المشاهد الكريم من نفسك ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس من مات وله مال فلورثته ومن مات وعليه دين فعلي قضاءه ومعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل ورحمة للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان مبعثه صلى الله عليه وسلم رحمة للإنس وللجن وللحيوان وللنبات حتى للجماد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أقول قولي هذا والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة